أزل أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نوت مازيغ أو جذور أمازيغية بعد نجاح برنامج عن مدينة أوجلا عويلا ومقاربتها بتنوع نفوسة وباقي تنوعات الأمازيغية حبيت نجيب لكم حلقة عن مدينة أمازيغية ليبية أخرى وهي مدينة أغدامس في الحلقة هذه مدينة أغدامس لما يعرفهاش طبعا غير الليبيين مدينة أغدامس تقع بالضبط على الحدود التونسية الجزائرية في هذك المتلة الأسفل البلاد التونسية وأنا اشتغلت في مركز اسمه مركز الحوار الإنساني سنة 2011-2012 وكان من ضمن مهامي هي الذهاب إلى مدينة أغدامس والعمل على الجال المصالح هناك وإلى آخرين فأنا وحية مدينة أغدامس ونوحية طبعا وتيح لفرصة الاحتكاك بشباب مدينة أغدامس مباشرة بل حتى بعض الشيوخ الأفاضل من الأمثال عمي صالح أثني وابن عمه الأستاذ القدير نوري دين أثني ناس حقيقة أفاضل وكورما ومنخيرة أهالي أغدامس وكذلك الاحتكاك بشباب مجلة تفرضى وهذه كلمة مربما نجيب ونتكلموا عليها بعدين أحد مجالس الأعيان وكذا عن مدينة أغدامس فدونت مذكرة وفي الواقع حقيقة أنا دونت أغلب هذه الأشياء عن مدينة أغدامس من الملاحظات في من كتابات موتيلينسكي ولمفري بالذات وكذلك عمل أهالي أغدامس نفسه وحنوصل عليها في وقتها فحقيقة اللي درته هو تحققت من الاستمرار في استعمال أغلب هذه المصطلحات أولا خلوني نقول أن وحدة التنوعات الأمازيغية أمر مفروغ منه تماما وأمازيغية أغدامس عبر التاريخ أيضا أمر مفروغ منه وليست الاستثناء من هذا الموضوع لكن التساؤل دي ما هو قرب وبعد التنوع الأغدامسي من باقي التنوعات الأمازيغية وخصوصا من جبال نفسه وزي ما تعرف أغدامس زي بعد ديفر متى على اللوت هو بعد اللوت على أغدامس صحيح منطقة صحراوية صحيح هم ينتبوا في الغالب إلى ربما لواته وزناته كقبائل وهذه حتى رواية شعبية التعاود فيه لكلام هذا وهذا ليس موضوع لغوي ليس إلا وحتى اختلاق القبائل لا يعني أبدا أن اللغة تنتبه عليتي حال وجود شعب معين يتحدث لغة معينة لا تعني أنهم ينتمون لهذا الأصل فشعب مثلا يتحدث اللغة الإنجليزية اليوم لا يعني أنه إنجليزة أو يتحدثون العربية اليوم لا يعني أنه في الأصول العربية عليتي حال هذا موضوع آخر وليس موضوعنا الآن أهلين حاولوا بدون شك الإجابة على مثل هذه الأسئلة اللي هي القرب والبعض الأخيري وكذلك النحو هو الفيصل الأساسي في هذه الأمور وهذا حتى هو حتى حنت كنموه لكن خلونا في البداية نتكلم عن المستوى المعجمي اللكسيكي وبعدين عن المستوى النحوي طبعا تعرفوا أن أغدامس ونفوسه حتى العهد الحفصي كانوا وحدة واحدة واشتركوا فيها أشياء كثيرة منها المذهب الإباضي حتى تغيرت أغدامس طبعا عم بكرة أبيها للمذهب المالكي وكذلك يوجد علماء ورواج من أغدامس نفسها في المذهب المالكي على المذهب الإباضي وكذلك المالكي طبعا وليس هنا لإثارة أي حسيات سياسة عم جلس نتحدث عن التاريخ فقط وكذلك نجد كذلك التبادل التجاري وفي أشياء كثيرة جدا حقيقة نجدها في كتب التاريخ متناترون هناك عن مدينة أغدامس وسيناء والمناطق المجاورة لها عليتي حال إنما تخلون الذاكرة طبعا هذا كل كان في القرن العاشر الميلادي أو شيء من هذا القبيل هذا التعول خلينا نقول كذلك أن أهالي أغدامس يسمون أنفسهم أي تعديمس ومنهم مدينتهم اللي هي أغدامس وإغدامس وعدين استحول مرفولوجي حنبينوه بعدين على فكرة من ضمن الأشياء اللي حنتكلم عليها في الأشياء اللي هي تعتبر فوارقة ووجب القول كذلك أن المهجم الغدامسي على خلاف المعاجم الأخرى مليء بالمصطلحات الحضارية والصناعية والزراعية فأغدامس مدينة مستقرة عبر التاريخ والعمارة والبناء أعطى غنى كبير جدا للمصطلحات الأغدامسية في الأثاث في أشياء أنا نفسي أستغرب من الحجم الهائل من المصطلحات اللي موجودة في أغدامس اللي تنتمي للمجتمعات الحضرية وليس الحضرية الحضر يعني المستقرين كذلك بسبب التبادل التجاري والمصاهرة وهذا كذلك أثر سلبا على أغدامس بحيث أخذت مصطلحات كثيرة إفريقية وإدمجت في التنوع الأمزيغي لأغدامسي ولو كان الإنسان ما يكونش مهتم باللغويات وكذا مش حيعرف هل هذه أصلا أمزيغية هل هذه دخيلة والآخرين وكذلك إحاطتهم بإموهاغ كذلك والتزاوج والتصاهر معهم والعمل معهم أدى إلى التبادل بينهم كذلك في المصطلحات أغدامس ستميز كذلك مثلا بحفظها على الأرقام الأمزيغية الأولى التي نجدها إلى اليوم في متحف أغدامس في العقود والزواج والطلاق الأخير عليها إليكم مسلت ببعض الكلمات الأغدامسية المشتركة مع نفسها وبعدين نجيب بعض الخصوصيات في شكل تنبيهات نحوية مثلا أدمار إدمارن أمي إيمي أسلي أمكلي أبريد أسقاس إيزي إينير إنار أودي أوشن أوراغ أوفس زي ما نقوله في غرب نفسها أولم أوزيواء أوفد أوزل تركفت تممت أزمار إزمر أنا أغير إزمر تزلت تمديت تزيرت تفريت سمحوني نحس كذلك في كلمات ماشي بس غير بالنويين لكم يعني الحجم الهائل من التبادل البناء أو التوافق تونيس، تاديست، تامدا، تامهدا، تمسنا، تسا، تورا، تليفسا، اللي هي تلف ساعة تمسي توليسي أنزار إنرز أذكا اللي هي إذكوان أمزوار أمرواس أكنيو أمتار أزمور أدورار أوفيس قلت أكبر شوية أسيف أكورم أوفيد أنو إردن أمان إبني تديني تغمى تمرت تمرت تفوناست أدبير تزيط تروى يلي يمى أمى رمو إلى آخره حقيقة لا يوجد حال ناسمه نحن لأجيكتف اللي همى الصفال والألوان مثلا صطف ملل زقغ أورعراغ أمس زدات دفر ضمائر نش شك شم نك نم نس نسن نس نع نون نون نع العين هدي والغا سنتكلم عليها بعد شوية نجمز على فعال يدر يلوز يفود يقور يوضن مقور جزل كريز مقر أزد آف آر أدس أدس عفوا الضحك أسد آتف أتو الليغ أتش آكر أقن أرول أسو أفغ أفك أسن أرز يعني عدد لم تناهي من الأفعال كذلك المشاركة طبعا أول حاجة ممكن ينتبه لها الإنسان أول ما يبدأ الحديث مع أهالي غدامس هو قلب حرف الغين عين هذه هي من المميزات متاع غدامس على غيرهم وعندنا على فكرة في جبل النفوسة أحد القرى تقوم بهذا الشيء وجوده في المغرب وجوده على غيره هذا القلب الغين عين آه في الكلمات مثلا في الضمائر ولا حتى في غدامس نفسها أسمى زي ما قلنا قبل شوية غدامس أصبحت على غدامس آه تغيدت تعيدت آه مثلا طغط تعط آه مثلا في الضمائر قل عوري عورك عوريس عوريم عورنا عورسن عورسنت اللي هو غورنا غرسن غرسنت إلى آخره آه طبعا من الأشياء الأخرى اللي يمكن يلاحظها الإنسان هي الجيمة المعطشة مش نقوله أجطيط الجهة دي كشوفت كيف تبعا بسبب الاحتكاك لكن هنا هم يقلبوا كل جهة إلى جيمة معطشة جهة مثلا يقولوا أجمار يقولوا لأجمار أجناو تصبح أجناو تجلزيمت تجلزيمت يتج يعني يترك أما جام أما جام اللي هي قوم من الفعل قوم توجلين توجلين اللي النياب وكلان أجز بمعنى أنزل أجز أمج أمجر اللي هي أمجر باج اللي هي غاج الغرفة أحيانا قلب الجيمة العادية اللي مخفف يعني حتى مش غير جيمة معطشة أحيانا حتى الجيمة العادية إلى جيمة مثلا تيرجيت اللي هي الجمرات تصبح طاري جيت ج إذن يعني الموضوع النحوي ربما أجلى في حلقة قادمة لكن بس حبيت ننبه أن للوحدة بين التنوعات المزيغية وبالأخص هذه بين غدامس وجبل نفسهم زي ما بولت زي ما بنقول حفن أنا قلت في حلقات هلبة ثانية أن المهام الرئيسية للتعليم هو إرجاع هذه الألفاظ إلى أصلها والقيام بالتصحيح اللغوي بناء على عدة عواملها المقارنة اللغوية التصحيح الصوتي المشترك اللفظي ومن ثم إدماجها في المنظومة التعليمية وهذا ما يتم بطريقة اعتباطية هذا يتم بطريقة علمية ويشتغل عليها علمائنا وعساتي بثنا والمهتمين باللغة الأمازيغية لسنوات قويلة وحبيت بس نتكلم على الرصيد المشترك بين باقي الأمازيغ من خلال هذه الحلقات في المهاج التعليمية الليبية لما ألفت كتب التعليمية صدقوني أني أخذت فيها بدون أدنى شك بعين الاعتبار التنوع الأغدامسي في كل مراحلنا التعليمية فمن أول ابتداية استدفت كثيرا من أغدامس زي ما قلت في المصرحات الحضرية والأخير وأرجعت المشترك اللفظي ورجحت حسب القواعد وليس اعتباطنا بعض الخيارات الأغدامسية أحيانا نعم بدون شك ألغينا حروف جهوية وكان هناك حضور من أهار أغدامس نفسها يتمثل في الأستاذ ببكر هارون الجن معطشة ألغينها بحكم أرجعناه إلى أصلها القا وقضية الشين والسين كذلك وت هديك اللي هي أصلها تا والمهم في الدروس النحوية الجاية سنتكلم في الموضوع هذا بإسلام إن شاء الله قريبا ستكون هناك حلقات عن أباري وغات وغيرها من التنوعات المزيغية وقربها بعدها من التنوع النبع زيغي لجبن